نتحدث أكثر إذن عن هذه الغارات كما قلنا غارتان في 24 ساعة 6 غارات في شهر واحد ثماني غارات منذ بداية العام للمرة السادسة إذن خلال هذا الشهر قصفت إسرائيل مواقع لجيش النظام السوري والميليشيات التابعة لإيران جنوب الغاصمة دمشق إذ سمعت أصوات انفجارات عنيفة في محيط دمشق وذلك بعد ليلة من غارات إسرائيلية على منطقة كفرسوسة جنوب الغاصمة وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير مستودع عسكري بالكامل وتسبب القصف الذي نفذته إسرائيل فجر أمس بتدمير موقع واحد على الأقل للميليشيات هذا وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوفهم إضافة إلى إصابة عناصر في قوات النظام يشار إلى أن قصف الليلة الماضية يعد المرة الثامنة التي تستهدف فيها إسرائيل الأراضي السورية منذ بداية هذا الغام في التاسع عشر من فبراير استهدفت طائرات إسرائيلية مراكز لميليشيات إيرانية وحزب الله اللبناني في مواقع بين منطقتين السيدة زينب والديابية في ريف دماشق إذ تسببت هذه الغارات بمقتل خمسة عشر شخصا في قبو بكفرسوسة طبعا بينهم مدنيون وضباط من النظام السوري وكذلك عضو في الجناح العسكري لميليشي حزب الله اللبناني كذلك تسبب القصف بحرائق وانفجارات وتدمير قبو قرب مدرسة إيرانية في كفرسوسة وفي السابع عشر من يناير أيضا لهذا العام أفاد المرصد السوري بعد حصوله على معلومات موثوقة تفيد بأن الجانب الإيراني يعمل على نصب بطاريات دفاع جوي إيرانية الصنع ضمن الأراضي السورية وأضاف أن هذه البطاريات ستنصب في ثلاثة مواقع على الأقل جنوب وجنوب غرب العاصمة دمشق وقرب مطار دمشق الدولي